نيجيريا، الدولة السابعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ماذا تعرفه عن تلك الدولة؟ نيجيريا دولة تقع غرب أفريقيا والاسم الرسمي للبلاد هو جمهورية نيجيريا للتحادية يبلغ عدد سكانها 188 مليون 462 ألفاً و 640 نسمة مما أجعلها الدولة السابعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حول العالم الحياة والسكان واحد، في نيجيريا إنه لا أمر معتاد عدم النظر في أعين الشخص الذين حادثه اثنان، حوال نصف السكان مسلمون في حين أن 40% منهم مسيحيون ثلاثة، في بعض الزيجات الإسلامية عندما تتزوج المرأة لم يعد باستطاعتها رؤية أي من أقاربها الذقود مرة أخرى أربعة، يعود تاريخ الحياة البشرية فيها إلى عام 9000 قبل الميلاد خمسة، 70% من السكان تقريباً يعملون في الزراعة ستة، تحظ الشبكات الاجتماعية بشعبية كبيرة وهناك أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم لفيسبوك في البلاد سبعة، أقدم حضارة في غرب أفريقيا النوك كانت في البلاد منذ ألف سنة قبل الميلاد ثمانية، تمتلك جماعة اليوروبا أعلى معدل لولادة التوأم في العالم ويعتقد البعض أن استهلاك نبتة اليام يساهم في ذلك تسعة، أغنى رجل في أفريقيا أليكو دانغوتي، يقيم في ناجيريا قيمته المالية تقدر بما يقرب من 12 مليار دولار عشرة، تم اكتشاف أقدم قارب في أفريقيا وأقدم ثالث قارب في العالم في يوبي يبلغ عمر دوفانا كوناي أكثر من 6500 سنة أحد عشر، كبقية الدول الأفريقية الأخرى تعتبر اليد اليسرى قذرة من قبل النيجيريين ومن السيء أن تأكل وتصافح بها أو أن تسلم بها شيئاً وتأخذه إثنى عشر، هناك أكثر من 250 مجموعة عرقية تعيش في جميع أنحاء البلاد ثقافياً ثلاثة عشر، في حين أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية هناك أكثر من 500 لغة محلية أربعة عشر، سبعة في المائة من مجموع اللغات المنطوقة في العالم يتم التحدث بها في نيجيريا خمسة عشر، كرة القدم واحدة من أكثر رياضات شعبية في البلاد وقد فاز منتخبها الوطني بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات ستة عشر، يعمل النيجيريون على ما أصبح يعرف باسم الوقت الأفريقي وهذا يعني أنهم نادر ما يكونون على الوقت المحدد سبعة عشر، تعرف صناعة السينما بـ نوليهود وهي واحدة من أكبر الصناعات السينمائية في العالم ثمانية عشر، تم بناء مدينة أبوجا في ثمانينيات القرن العشرين وحلت في النهاية محل اللاغوس كعاصمة للبلاد تسعة عشر، يعتبر الجسر الثالث للبر الرئيسي أكبر جسر في أفريقيا سياسياً واقتصادياً عشرون، تمتلك حكومة نيجيريا جمهورية رئاسية فيدرالية واحد وعشرون، يجب أن تكون بعمر ثمانية عشر عاماً على الأقل للتصويت اثنان وعشرون، إنها الدولة الديمقراطية السابعة في العالم ثلاثة وعشرون، يمثل النفط أكثر من سبعين في المئة من صادرات البلاد أربعة وعشرون، الدولة الثانية عشرة بإنتاج النفط الخام حيث تنتج أكثر من 2.5 ملايين برميل في اليوم ستة وعشرون، ساحل العاج هي الشريك التجاري الأول لنيجيريا في أفريقيا الحياة البرية سبعة وعشرون، ينمو في نيجيريا أكثر من أربعة ألاف وسبعمائة نوع من النباتات ثمانية وعشرون، يعتقد أن المنطقة المحيطة بمدينة كالابار تمتلك أكثر أنواع الفراشات تنوعاً في العالم تسعة وعشرون، هناك عدد قليل من المتنزهات الوطنية أو المناطق المحمية حيث انقرضت العديد من حيواناتها أو أصبحت مهددة بالانقراط ثلاثون، يعتبر القرد الحافر من السكان الأصليين وهو موجود فقط في بلد واحد آخر وهو الكاميرون إلى هنا تنتهي رحلتنا إلى دولة نيجيريا ويمكنكم دائماً سيارة قناة لكم لمشاهدة المزيد من الموضوعات التي ستعجبكم وتثير فضولكم تابعونا ترجمة نانسي قنقر